موسيقى دي اناي مسال خير سوريا الاسد عم بتخوض معركة جديدة حول سيادتها سيادتها بانه تقرر مين بنوجد بسوريا ومين ما بنوجد حاسما كان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في حديثه عن القوات الحليفة التي ساعدت بلاده في الحرب على الإرهاب القوات الروسية والإيرانية والإخوة في حزب الله كما وصفهم المقداد جميعهم دخلوا سوريا بدعوة من حكومتها ووفقا لنائب وزير الخارجية السوري فإن روسيا حين طالبت بخروج القوات الأجنبية من سوريا لم تقصد القوى أو الجيوش التي دخلت بشكل مشروع وبموافقة الحكومة يا خي هالأعداء بصيروا ينسبوا إشياء للروس ويأولوهم إشياء ما قالوها قال شو؟ أبو السوس قال روسيا بدأ الإيرانيين وحزب الله يطلعوا من سوريا لايك ما الله خبرية ما هي الحكي هيدا؟ ما قالوا هيك؟ لكم من وين بتجيبوا على الأصص؟ أكد مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا أنا المقصودة من تصريحات الرئيس الروسي بشأن الحاجة إلى انسحاب القوات الأجنبية من سوريا هو كل هذه القوات بما فيها الإيرانية والتركية والأمريكية طيب حدا يخبر المئداد يا مان معقولة أنه الزلمي عم يطلع يحكي بالإعلام ويصرح ويوضعه حدا يقل له شو الموضوع؟ اللذيذ أنه المئداد في شي ما فهمه فهمه الإيرانيين وتصرفوا على أساسه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن تواجد إيران في سوريا سيستمر ما دام هناك طلب من حكومتها وأضاف قاسمي خلال مؤتمر صحفي أنه ليس بإمكاني أحد أن يرغم إيران على القيام بعمل ما طيب يا حبيبي قاسمي عمين عم برد؟ إذا جنابك عم بتقول الروس ما قصدن الإيراني وما قصدن حزب الله قاسمي لمين عم بيوجه كلام وحوض البقاء بسوريا؟ لمين؟ بس بكل أحوال هذا تفصيل صغير يا جماعة ما لازم نغرق فيه العلاقة الروسية السورية الإيرانية أكبر بكتير من هيك أكبر يعني لها الدرجة عندما نتحدث عن اعتداءات إسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا الموقف الروسي ليس منفصلا عن التكامل مع الموقف الإيراني والموقف السوري يمكن هذه تفاجئك بس أنا بدي ألفط نظر المشاهدين والسادة للضيوف ونظرك أن ليلة الصواريخ حدثت ونتنياهو في حضرة بوتين طب هذه مثلا ربطونا فيها بالعمليات العسكرية بقدر بوصل أنا لتفسير كونه شوي مهتم بالعسكر أنه استدعاه إلى موسكو واتفق مع القيادة السورية والإيرانية بأن هذا الوقت لكي تلجمه إسرائيل استدعاه قالوا أنا موسكو صفه أنا موسكو يلا بسر استدعى نتنياهو عروسية حطه بقوضة لوحده وقال له نقصفه إسرائيل مغمض له عيونه ما رح يشوف لا لا الحقيقة فهم عميق مش بس للعسكر إنما أيضا للعلاقات الدولية كمان وبالتالي اللي عنده هيك حلفة أكيد بيقدر يناقش يحط شروط حول ما يمس السيادة وما لا يمس السيادة بعدين حبيبي بديهة هيدي سوريا الأسد هذه هي سوريا الأسد التي ترفض المساومة على المقومات السيادة على مقومات الكرامة ما حدا بيلعب مع سوريا الأسد بموضوع السيادة فإذا شيء يعني بيّن وواضح والشواهد وعليه لا تحصى يعني رح أعرض أنا بس شاهد واحد بس للناس اللي ما بتحب تشوف عضوان أمريكي على مواقع سوريا في البوكمة التحالف الأمريكي يصدف موقعين للجيش السوري في منطقة البادية شن طيران الحرب الأمريكي عضوانا جويا فجر اليوم على موقعين عسكريين للجيش السوري في محيط المحطة الثانية في البادية السورية كان الأعلام الحربي قد أكد تعرض مواقع عسكرية بين البوكمال وحمي ممار في البادية السورية لغارات انشنتها طائرات التحالف الأمريكي حتى بيقلك السيادة السورية شغلة كبيرة الروسي عم بنظم إعادة الانتشار الكوكبي بسوريا الأمريكان عم يضربوا الطيران الإسرائيلي شغال سيادة دهبي بعدين سيادة محمية بمعادلة جديدة أنت لا تستطيع أن تستمر كإسرائيلي كعدور في استباحة سوريا وفي الاعتداء على سوريا وعلى من في سوريا وعلى محور المقاومة في سوريا دون أن تواجه ردا أو أن تواجه عقابا هذا ملحل جديد بالكامل وطبعا لحد هلأ هالمعادلة ما تفعلت بعد الغارة الأمريكية الأخيرة يمكن يمكن والله أعلم أن الغارة الأمريكية بينما المعادلة الجديدة هدي جاي مصمم من الشركة بس لإسرائيل يعني اختصاصة إسرائيل لنكون منصفين يعني وأساساً إسرائيل شايفين وطعا الله يعينها الله يعينها اللي فيها مكفية هل إسرائيل جائزة للحرب ومستعدة؟ أنا أقول الآن تبين أن سوريا هي الجائزة للحرب ومستعدة وأسرائيل لا تريد الحرب بس قد ما فيه أخلاق بسوريا الأسد ما بيهاجم لما خصمه ضعيفة بينطروا ليقوى فيه نبل فيه شهامة فيه رجولة بالموضوع خي مش كيف ما كان أصلاً كيف ما الواحد بيطلع حوله بيتفركش بشواهد على الجهوزية السورية للحرب وعدم جهوزية إسرائيل فضل قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين إن إسرائيل أول بلد يستخدم المقاتلة الشبح الأمريكية الصنع F-35 في شن هجمات مشيراً إلى أن الجيش يطلق المقاتلة في كل أنحاء الشرق الأوسط نحن أول من هاجم بمقاتلة F-35 في العالم وقد قمنا بذلك مرتين في الشرق الأوسط قصفت المقاتلات الإسرائيلية أكثر من 20 هدفاً إيرانياً في سوريا أدرك الجيش الإسرائيلي أن إيران أرسلت صواريخ طويلة المدى إلى سوريا التي هاجمتها المقاتلات الإسرائيلية شمال دمشق تفوق تكنولوجي سوري وتفوق عسكري عدا عن التفوق الأقلائي طبعاً هذه شواهد على السياد السوري وعلى القوة السورية لا يتجاهلها إلا أعمى أو حاقد أو أي حدا مش بحزب البعث العربي الاشتراكي إلى اللقاء اشتركوا في القناة